قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن المجلس سيسعى لإيجاد حل لتدوير المخصصات السنوية لمجالس المحافظات حتى يتمكنوا من تنفيذ المشاريع العالقة أضف الصفدي خلال اجتماع للمكتب الدائم مع رؤساء أعضاء مجالس المحافظات أن مجلس النواب سيكون على مسافة واحدة من جميع مجالس المحافظات للوقوف على حالة التنمية المحلية في الأردن والعقبات التي تواجهها لتقديم أي مساهمات فاعلة وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة نيابية مختصة للتعامل بشكل مباشر مع مجالس المحافظات بتنسيق مستمر وعرض رؤساء مجالس المحافظات أبرز التحديات التي تواجهوا عمل مجالس المحافظات وطالبوا بضرورة تدوير مخصصاتهم السنوية في الموازنات العامة حتى يتمكنوا من تنفيذ المشاريع العالقة نضم إلينا رئيس مجلس نواب أحمد الصفدي أهلا بك معنا ضيفا في أخبار السادسة نبدأ معك من كيف وجدتم ملاحظات أعضاء مجالس المحافظات المتعلقة بموازناتهم وماذا كان الرد على مطالبهم يعني إحنا بداية جاءت هذه مبادرة من مجلس النواب اجتمعنا اليوم مع رؤساء مجالس المحافظات لـ 12 محافظة بحضور لجانة دائمة في مجلس النواب والمكتب الدائم اجتمعنا من أجل مأسسة العلاقة بيننا وبين مجالس المحافظات كلنا منعرف العمل الرئيسي للنائب هو رقابي وتشريعي موضوع الخدمات يجب أن يكون من خلال مجالس المحافظات سيكون هناك لجنة البرلماء اللي هي لجنة الريف البادية وتنمية المحافظات تتعلق في التنصيف المباشر مع مجالس المحافظات لجميع المحافظات في المملكة سيكون هناك زيارات مشتركة ما بين مجلس النواب وزيارة لجميع المحافظات في التنصيف مع مجالس المحافظات ونواب المحافظة التي ننزورها كمكتب دائم فيما يتعلق بالعمل على لجنة أو إنشاء لجنة نيابية مختصة للتعامل مع مجالس المحافظات وأعضاء مجالس المحافظات كيف ذلك سيعزز من عمل اللامركزية وبماذا سيخدم مجالس المحافظات يعني إحنا اليوم المجلس المحافظة يعني أنا برأيي من ست سنوات إحنا قررنا في مجلس النواب قانون اللامركزي اللي هو مجالس المحافظات المنتخبة من أجل تنمية المحافظات والقيام بدور الخدمات نيابة ما يكون فيه نائب يخدم المحافظات ويترسل الرقابة والتشريع هذا الموضوع ولكن لغاية الآن لم يكن هناك تنصيق ما بين البرلمان ومجالس المحافظات اليوم اجتماعنا رح يكون دوري كل بداية شهر واللجنة المختصة في البرلمان رح تكون على تنصيق دائم مع المجالس المحافظات من أجل المناطق يكون هناك عمل مشترك في جميع المحافظات المملكة من أجل دعم الخطاع الخاص في إنشاء مشاريع تنوية في المحافظات هذا اليوم لما ندعم إحنا الخطاع الخاص ويتجهل المحافظات وبناء مشاريع يخفف من البطالة اليوم عندنا نسبة التعليم عالي جدا في جميع المحافظات وما عاد الحكومة يستطيع أن يتغطي كل خرجين المملكة في الجامعات من طلاب الخرجين القطاع الخاص يستطيع الاستيعاب وبساعد الحكومة في هذا الموضوع موضوع مجالس المحافظات هي فكرة نموذجية ولكن بحاجة لدعم من الحكومة ومن مجلس النواب نحن بدون كنواب سيكون من خلال كل الدعم المباشر لهذا الجميع المحافظات من خلال مجال في المحافظات المنتخبة طيب يعني لا يخفى بأنه لا يوجد أي خلاف لربما بين مجلس النواب وبين مجالس المحافظات بالعكس هناك أرضية مشتركة بين الطرفين لذلك كيف سيعزز مجلس النواب وهذه اللجنة النيابية من مسألة اللامركزية وتخطي هذه العقبات ومسألة البيروقراطية في اتخاذ الإجراءات كان لمجالس المحافظات طلب واضح وصريح متعلق بتدوير المخصصات المالية أو ترحيلها من مشروع إلى مشروع وهذا شبه مستحيل في السابق هذا الموضوع خلينا نحكي إحنا اليوم الدستور أعطى الحق جهل وحيدة الرقابية الدولة هو مجلس النواب نعم اليوم مجلس المحافظة بنسخ مع نواب المحافظة ومع مجلس النواب إحنا المراقبة الحكومة يعني اليوم ليش إحنا شو اللي بيصير يعني خلينا نكون واضحة هل الموازنة من قرها إحنا خلال عشر أيام إذا قررت خلال عشر أيام القادمة حتى تنصرف وتطرح العطاءات تتصفي إحنا وصلنا شهر 11-12 الطبيعي يعني ما بيكون في إنجاز طبقة الموازنة في المجالس المحافظات تقريبا أكثر من نصف موجودة الطبيعي نتدور للسنة الوراء لأنه بيصير عليهم دين غالبية المجالس المحافظات عليهم دين اليوم سببه تأخير الصرف تأخير الصرف مش ذنب مجالس المحافظات يعني الذنب يعود على الحكومة في هذا الموضوع يجب تدويره للسنة التي تليها وهذا الموضوع بالتنصيق مع مجلس النواب اليوم لما يكون فيه مشروع بتنفضه للحكومة اللي براقب على أداء الحكومة مجلس النواب بس المشاريع التنوية بتطلع من مجالس المحافظات يعني التعاون بتكون إحنا والحكومة ومجالس المحافظات من أجل المشاريع التنموية في جميع محافظات المملكة أشكر وجودك معنا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي شكرا لك وللحديث ينضم إلينا رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم نايف العواملة ألم بك معنا سيد إبراهيم في السادسة أبدأ معك من هذا الاجتماع مع رئيس مجلس النواب إلى ماذا أفضل تحديدا وما هي أبرز التحديات التي ركستم عليها كرؤساء مجالس محافظات ستي يا ريج الله يعطيك العافية ومسي عليك وعلى مشاهدينك الكرام إحنا اليوم كان في إما لقاء مع رئيس مجلس النواب وأستاذ رؤساء اللجان في مجلس النواب وهذا اللقاء كان هو اللقاء الثالث خلال فترة أسبوعين وهذه للأمانة أنا بدي أحيي سعادة رئيس مجلس النواب على هذه الخطوة الإيجابية باتجاه مجالس المحافظات بالنسبة للإشكاليات والمعيقات التي تم طرحها خلال هذا الاجتماع اليوم حكينا بأكثر من هم لمجالس المحافظات ويمكن سعادة رئيس المدلس قبل شوي بالمداخلة كان بحكي فيها أيضا طالبنا بتعديل بعض التشريعات للاستقلال المالي والإداري وحاجة المجالس للكوادر وعمل مناقلات بين القطاعات وطالبنا أيضا وهو المطلب الأهم اللي هو رفع الموازنات لمجالس المحافظات إحنا اليوم بنحكي مجالس المحافظات 12 مجلس محافظة في المملكة موازنتهم 121 مليون 121 رقم بالنسبة لموازنة المملكة الأردنية الهاشمية 111 مليار ونصف رقم كثير متواضع أنا خليني أحكي بتخصص أكثر في مجلس محافظة البلقاء كمحافظة البلقاء 23 تسعة ونصف مليون محافظة البلقاء مساحتها 1120 كيلو متر عدد سكانها 500 ألف نسمي ويزيد تسعة ونصف مليون والمشكلة نتمنى أن يتم تنفيذ مشاريحهم تسعة مليون ونصف أو حتى تنفيذ النصف سيدتي العزيزة نحن المشكلة التي نواجهها التأخير في طرح العطاءات من خلال الحكومة أيضا طالبنا اليوم طالبنا بإنشاء لجنة عطاءات لا مركزية في كل محافظة لتسهيل طرح العطاءات بدل ما نلجأ للجنة العطاءات اللامركزية اللي بعمان نعم هذه اللجنة التي ستكون مطالبة بأن تكون موجودة في كل محافظة ستوفر عليكم مسألة وتحقيق طبعا مفهوم المركزي وعدم التوجه إلى مركز المملكة وهي العاصمة عمان طيب هذا المطلب كيف وجدتم مقابلة من قبل مجلس أنواب وما هو متعلق بمسألة تشكيل لجنة نيابية للتواصل مع رؤساء مجالس المحافظات لتسهيل عملهم هذا كيف سيسحل عليكم كمجالس محافظات التعامل ربما وتوصيل الأفكار إلى مجلس النواب عن طريق هذه اللجنة بالاجتماع السابق الذي سبق هذا الاجتماع اليوم أنا طلبت من سعادة رئيس مجلس النواب بفكرة أنه يكون فيه لجنة دائمة تجمع مجلس النواب ومجالس المحافظات اليوم كان بداية حديث سعادة الرئيس بأنه إحنا موافقين وتم إقرار تشكيل هذه اللجنة وسترر نور قريبا هذه اللجنة بالتأكيد رح يكون فيه تعاون مشترك وإيصال مشاكلنا واحتياجاتنا من خلال مجلس النواب وهذا الموضوع أيضا تم مناقشته اليوم إحنا كمجالس محافظات إحنا دورنا وكانت رؤية جلالة سيدنا بإنشاء مجالس فكرة إنشاء مجالس المحافظات اللي هو تخفيف الضغط العالي على مجالس النواب وتفريغه لدوره الرقابي والتشريعي هذا لا يعفي مجلس النواب من كونه يشارك بالخدمات من خلال دعم مجالس المحافظات ورفع موازناتها والضغط على الحكومة بتسهيل الإجراءات بطرح العطاءات وتقديم الخدمات بشكل أكبر أشكر وجودك معنا رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم نايف العواملة شكرا لك شكرا لك